اهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام ببرنامج الحكيب السياسي بسني راحب بضيفة الناشطة السياسية والاعلامية ألسي نفرج اهلا وسهلا فيك مرحبا كيف تكتب اهلا وسهلا يعني بداية مع واقع الحريات الاعلامية والصحفية في لبنان اذا هيك بدك تلخصيلي او تحكيني عن هذا الموضوع اليوم بشو بتبلشي انا برأيي نحنا من نعيش بهك وهم اسمه انه نحنا في عنا حريات كتير حريات كتير لانه يمكن الواحد بقدر يحكي اللي بده ايه بس اذا ما انا نجي نشوف بالواقع ان كان موضوع الاستدعاءات اللي عم بتصير للصحفيين ان كان اللي عم بيصير بموضوع حتى الاعتداءات على الصحفيين او على فرق التصوير اللي بتصير على الارض يا من قبل القوى الامنية وتتكون بمظاهرة او كمان من قبل قوى الامر الواقع يعني منذكر هيدا الشي ببعض المناطق اللي فيها سيطرة مثلا لحزب الله وحركة امل كيف كان عم بيصير بمناطق تاني للي فيها كمان سيطرة لأحزاب تاني كيف كان عم بيصير على الارض فبالتالي ما فينا كتير نحكي عن حريات وفي مناطق ممنوعة ان تكون عم بتفوت وتصور فيها بكل بدوما تكون عم تاخد اذن من حدا وبرياحها اضافة لهيدا الموضوع خلينا نطلع بالواقع الاقتصاد اليوم طبعا الصحفيين والصحفيات والعاملين والعاملات بمجال الاعلام عم يتطروا بعتقد يعملوا نوع من رقابة ذاتية على الشي اللي بدون يحكوه على شو بدون يتصرفوا لانه بكل بساطة في المعلن للي ممكن يكون قريبا اي طرف سياسي ايحط شروطه واليوم وسائل الاعلام للأسف بهيدا الواقع تابعة بمطرح من المطرح فينا نقول تابعة فينا نقول انه عم تضطر انه تسير اكيد في البعض مننا هو تابع بشكل واضح للأحزاب فبالتالي هيدا الرقابة الذاتية هي من الاخطر اليوم وعم يضطروا صحفين يحطوها على حال طي حافظوا على لقمة عيشهم اضاف لانه بيشتغلوا ثلاث اربع اشياء كمان يكونوا عم بيقدروا يعيشوا بهيدا البلد فما بعرف قديش فعلا فينا نحكي عن فضاء حريات طيب القصص اللي اليوم عم بيتعرض لغير موضوع يعني اذا بدك لجم حريتهم بمطرح من المطارح او الموضوع الوضع الاقتصادي اليوم الاعلامة والصحافة بالبلد بعد اليوم هي كانت رسالة اكتر اليوم عم تقولي صارت متل مهنة هيقدر واحد اليوم شو عم بنعمل كرمالي تحسن من هيدا الزارف اليوم في عنا نقابتين يعني في نقيبة الصحافة الموجودة بالبلد في النقابة البديلة اليوم النقابة الاساسية بالبلد شو عملت؟ شو وضعها؟ اذا ما ناخد هيك صورة عن واقع النقابة لا الاعلاميين في عنا بطبيعة الحال نقابة المحررين اللي هي منظمة بانون في عنا نقابة الصحافة اللي نحنا بالنسبة لإلنا هي مسمية زورة نقابة الصحافة هي نقابة اصحاب الصحف وفي علاقة بيناتون للي بمكان معين في مجلس بيجمع النقابتين هالمجلس هو بقرر مين بيفوت على نقابة المحررين ومين بيظهر منه يعني هالمجلس هو مسؤول عن الجدول النقابي طيب وقت نحن نحصل我們在說 أو أصحاب الصحف أو أصحاب هذه هم هي المواقع هم أنا بمكان معين بقرروا مين بيفوت على نقابة المحررين يعني أنت صاحب العمل عندك هو مسؤول عنك هيدا شئ تاني في عنا نقابة مثلا المرء والمسموع لأنا كنت من مؤسسين وللبي مطرح معينها لا ما عبيت له صوته ما عم تتحرك ولا شفنيها بمطرح بس شو أدنيا عملوا شو أدنيا نحنا شو قدر نحنا مين نحنا أول شي تجمع نقابة نحنا تجمع نقابة بمعنى صحفيين وصحفيات وعاملين وعاملات بمجال الأعلام اجتمعنا سواء قررنا أنه بهيدا الاجتماع طبعا قدرين نعلي الصوت وقدرين نفرض على السلطة بمكان معين وقدرين نتفاوض مع المؤسسات كما ننحمي بعض هيدا المنطق اللي اشتغلنا فيه هني عندهم قوة أكبر منا بالمفترض منظمة بالقانون طب وين كانوا خلال هالأسبوعين اللي ما رأوا ما سمعنا صوت حدا ليه لأنه للي مستهدفين هني مصنفين بمكان معين معارضين للسلطة إن كان عم نحكي عن ميجافون أو عم نحكي عن عن درج أو المفكرة الانونية أو المصدر عام ليه لأنه هدي يصنفوا بالبديل بمطرح معين الصحافة بديلة مستقلة ما بينجاب سيرتون ما بينحكى معهم ما بينرفع تليفون هني مش معترفين فيهم كصحفيين كعاملين بالمجال الإعلامي والصحافي نعم هون بنرجع لنقول مين الصحافة هل الموجودين اللي هو بنائبة المحررين كلهم صحفيين نحن عنا شك في ذلك لأنه نعرف فوقت اللي كان مسكر كليا الجدول كيف تفوت أعداد من الأشخاص للي هني منهم صحفيين للي هني ما بيشتغلوا أبدا بمجال الصحافة بس لدرورات انتخابية كرمال يدلوا عم يطلعوا نفس الأشخاص وهيدا الشي نحن طالبين من القضاء بأنه يكون عم يدأ فيه أنه ينفتح هيدا الجدول ويتعين خبير ويشوف هل هني كلهم صحفيين موجودين أو لا حضرتك من نقابة المحامين فتعرف أنه لي بيفوت على نقابة المحامين هو فعلا المحامي يعني بالمفترض مش ممكن يكون بيشتغل أي شغلة تانية مع احترامنا كل الأعمال وموجود بنقابة المحامين وكمان نقطة قدرت مارس هنا إلا ما يكون بهيدا النقابة عنا فيه شي هاجين بالأنون يعني بايع الخبر يعني هتا نعد مين من الصحفيين موجودة اليوم بنقابة المحررين بس هني عبي يشتغلوا هل هيدا الشي إذا ما كانوا هني موجودين بالنقابة بيحرمون من صفة أنه هني صحفيين لا بس كل النقابات عم بيتصرفوا بها الطريقة اليوم في مجلس إذا في مجلس للنقابة هو بيحط إذا بدك الكريتير يعني طبعا المعايير طبعا الانتساب إلى هذه النقابة وهني بينقوا إذا هيدا بيدخل ولا هيدا ما بيدخل طب هيد إيه بس هيدا المعايير بدأت تكون معايير موضوعية مش معايير على أساس الانتخابي طيب ما في مرجع ترجعوله بالدولة اللبنانية بالقضاء بمطرح لموعلاج هيدا الثغرات نحنا يلي عملنا بهيدا الإطار أنه بالانتخابات الأخيرة لنقابة المحررين رشحنا زميلتنا اللي هي اللي صاري قويسي وطعضنا بنتيجة نتيجة الانتخابات طعننا بالعملية الانتخابية طعننا بالعملية الانتخابية لأنه بمكان ما نفتح كل الملف للي قاله علاقة بالنقابة إن كان العملية الانتخابية كيف صارت وما شاب من شوائب وهيدا شي يمبين كمان بتقرير للي حطوا لا دعا الانتخابات للي نحنا فرضنا أن يكونوا موجودين عبره والانتخابات إن كان بما يتعلق بالجدول الجدول النقابة لزم له دراسة وتنقيح تنشوف مين فيه موجود ومين لا وعلى أساسها الأشخاص الموجودين برا يقدر يفوتوا مش معقولة اليوم الجدول اللي ده اللي مسكر لقبل الانتخابات بيفتحه بفوته دقمة مثل ما صار بالانتخابات الأخيرة هلأ إذا بتسأل نائبة المحارين بتقول له ما حدا بيمنع حدا يفوت على النقاب طيب قدم الطلب أنا بعد قده بتردوا علي خبر أو بيشتجتمع على لجنة الجدول كرمال تدرس الموضوع هل في وقت معين عملوا شو هني الاشياء اللي بتأكد أنه فلان صحافي وفلان لا مثلا مين حاطت إيده على النقابة حاليا كل الأحزاب بزبط تطلع على الانتخابات الأخيرة كل الأحزاب موجودة كلهم كلهم بدون أي استثناء موجودين بمجلس نقابة المحارين اتفعوا مونيك أن يكونوا موجودين طيب السلطة التاريخيا على هذه النقابة يلي هي قدت أنه يوصل الوضع لهون يعني كاننا بنعرف وقتل كان النقيب الله يرحمهم الحمكرة وين كانت موجودة نقابة المحارين وشو كان جوه طول فترة الاحتلال السوري للبنان فواضح بمكان معين وين كانت فكانت دايماً حط عليها إيدا السلطة إيش هيدا الشيء منه تاريخي بطبيعة الحال كلها بنذكر أنه في عنا صحفيين كبار استشهدوا يعني في عنا رياض طه في عنا سليم اللوزي هود من الصحفيين اللي كانوا بالنقابة بمطرح معين إضافة طبعاً لغير صحفيين في منه ما كانوا ما رجعوا فاتوا بعدين بس أنا آمن بعد قررت وقتها السلطة وتحط إيدا لأنه ما فيها تكون بمكان هيدا النقابة فالتي مثل كل النقابات بالبلد بعد الحر ما فيها تكون فالتي في شيء امتياز بتميز فيه نقابة الصحافة والمحررين بيقدر يضيف أو يغير بالحياة السيسية بالبلد هل قد طابقين عليها؟ هون البيب الأصيد أنت وقت يكون عندك صحافة حرة وقت يكون حسين الصحفيين أنه في عندهم بيئة آمنة لقلون يعني بيقدروا يكونوا عم يكتبوا عم يعنوا صحافة استقصائية عم بلاحقوا الفساد وعم بيكشفوا للفساد بمطرح معين وهن محميين فبالتالي بتقدر تغير بكتير إشياء خلينا نرجع على مثلا صفاءة المطار هنفضحت بالصحافة غيرا غيرا من الصفاءات عم بحكي هلا عم بعت مثل قريب تب واتلحس حاله صحافة محمة أنه فينا آبة حميته أكيد بيكون عم يتصرف الطريقة مختلفة عن أنه يكون الصحافة حاسس حاله دهره مكشوف الشيء اللي نحنا عملناه كتجمعنا قابة صحافة بديلة بالأسبوعات اللي ما رأوا الصحفيين حسوا حاله أنه هنا منهم متركين يعني لأ ممنوع اليوم أي جهاز أمني أي جهاز أمني خاصة الجهاز اللي هو معروف بملفات الفساد وغيره عفوا بملفات التعذيب الموقفين بتسمي؟ عمن الدولة عمن الدولة ممنوع يجي يوقف زميل بالطريقة اللي توقف فيها يعني ماشي على الطريق بيخبطوله على سيارته اللي يبلغوا أنه نزال لعنا على التحقيق يا عصر نحنا لا ما لح نقبل أن يردونا لهيدا الزمن أبدا صحفي أخرى يعني مزموط ما في دولة بس مش لها الدرجة أه لا لا ما ما فيه مش مش رح نقبل أنه نرجع لوقت أبدا صحفية أخرى اللي هي زميلتنا لارا بيطار طيب فيه دعوة بحقه ملف إله عليها بملف بفترة الحرب مش أول حدا بيحكي عن الموضوع لليه موضوع نفايات السامة باللبنان فيه كتب قبل عملية فيه تحقيقات فيه تقارير عملية قررت القوات اللبنانية أنه تقضيه على الموضوع طيب فيك تقضيه بس ليش الملف بد يروح عند مكتب مكافحة جرائم معلوماتية مكتب مكافحة جرائم معلوماتية هو مكتب فني يختص بدعم القاضي أو النياب العامي بكل ما يتعلق ب بس هو القضاء بيحوله كله لغنية هون البيت الأقصيد أنت ليه القضاء بيحوله لغنية يعني إذا أنا رحت ادعات بدم الجزء بفترض القضاء هو يردل إياها مش يروح يمشي فيها ويحولها صحيح لازم القضاء يحولها على المكتب المختص على المكان المختص اللي هو محكمة المطبوعات أو أقل له قادة تحقيقية يكونها بحقق معها هون تصدينا بمكان معين أنه ما لح تنزل لارة بيطار على التحقيق قدام مكتب وكافحة جرائم معلوماتية حق كنت بيينه وجهة نظركم للموضوع بس لازم القضاء يبعتها على المكان المختص وانبعتت على المكان المختص هذا من بعض الضغط أكيد من بعض الضغط للي نحن عملناه بالشارع فهيدا الشعور إذا بدك بالأمال اللي حسوا الصحفيين بيخلوهم يحسوا أقوى فبالتالي وقت اللي درجوا وصلوا وصلوا تبليغ مش تبليغ خلينا نقول تحذير بأن يكونوا عبا يتطرقوا لمصرفي للهو مروان خير الدين بقضايا تتعلق فيه إنزار حسوا حالهم أقوى صحيح حسوا حالهم أقوى وقالوا أننا سنكفي نفس الشي اللي صار مع المفكرة الإنونية الحملة هالانيلة اللي صايرة عليها والمحامي نزار صغي صوت الشعب حسوا حالهم بمحل أنه هنم أنه حكونوا متركين واستضفوا لنزار صغي رغم تمنى نقيب المحامين بأنه ما يستضفوا لأنه ما نأخذ إذن حدا تتكب تعرف أنه فيه اليوم دعوة من قبل بعض المحامين على القرارات طبعا مجلس الإدارة صحيح فهيدا المناخ العام اللي ممكن يخلقوا تكتل الصحفيين مع بعضهم أو وجود نقابة هيدا بيقدر يعمل نوع من بيئة آمنة للصحفيين أكتر تيقدر يشتغلوا كذلك على مستوى العمل يعني إذا أنت بالمكان طبعك منك حسس حالك أنه أنت لا سابق بالمؤسسات الإعلمية بالمؤسسة الإعلمية إذا ما حسس حالك أنت منك من يعني عم تلعبوا دور النقابي اللي ما عم تلعبوا صحيح نقابة أمر واقع طيب وضعكم مشرع وضعنا مشرع بالأمر الواقع يعني نحن منا نأخذين يعني نقابة ظل أنتو صحيح صحيح والقضاء أنصفنا بهذا المكان نقابة المحررين رفعت علينا دعوة مش بديسمبر هذه دسمبر الماضي 2021 قدم قضاء العجلة لمعنى أن منعنا من أي تجمع ومن أي تصريح ولكن قضاء العجلة عمل أرار كتير هكيم فينا نقول مشرف وفي يكون مرجع يعني بالحريات وقال بمكان معين أنه من حق الصحفيين ومن حقنا نحن أنه نكون عم نتجمع وهذا شيء مكرس بمعاهدة حقوق الإنسان للموقع عليها لبنان وعطانا حقنا بأنه نكون عم نكفي الشغل إذا منتطلع على توجه العالم اليوم التوجه العالمي هو متجه هنا وحريت العمل النقابة وهذا شيء اللي نحن عم نطبقه على أرض الواقع لحد ديتها اللي عم نشتغل على البروستر الانوني تنشوف بأي إطار ولكن من هلأ لوقت نحن نقابة أمر واقع نحن تجمع صحفيين عم نحمي بعضنا عم نأمن هيدا الغطاء لبعضنا وتلأحكي مش بس صحفيين صحفيين وعاملين وعاملات بالمجال لا لأنه اليوم بأي مؤسسة إعلامية الأضعف هن الأشخاص اللي ما ببينوا قدام الكاميرا اللي ما بيطلعوا على الميكرو لأنه العالم ما بيعرفون فهو دا معرضين أكتر لأنه حقوق تتاكل فوقت اللي يكونوا صحفيين عم يظهروا بمكان يأمنوا لهم هيدا الحماية ولأنه بموقف على السوشال ميديا هيدا الشي بيقدر يعطيون يحسسهم أنه هن أقوم هن محميين هيدا الشي اللي عم نجرب نعمله من خلال بس أنتو هيدا مش عم تناقضوا حق نشوها يعني عم تطالبوا الدولة أنه تطبق القوانين والكل يرجع إلى القوانين ويكون في وإنتو بزي تكون عاملين أمر واقع يعني أنه فارضين أمر واقع عم نطالب الدولة بأنه تكون عم تطبق القوانين بس القوانين مثل ما هي منها منزلة ومنها هي الأنسب يعني نحن عم نشتغل على تعديلها وعلى نروح للأفضل من هون موضوع اقتراح قانون الإعلام يعني بين الموجود حاليا كقانون مطبوعات والمقترح بسنة 2023 قانون مطبوعات أظن بال63 يمكن أو هايك شي قانون مطبوعات أحسن على الأد على الأد في تراجع على الأد في تراجع حكيني شوي عنه يعني اليوم هيدا الاقتراح شو ملاحظاتكم عليه ليش بيرد يعني أفضل من يلي قاله مدري كم سنة صح الأنون الإعلام أو اقتراح أنون الإعلام هو بلش من عشر سنين زوما لقنا بمهارات بالتعاون مع النائب غسانم خيبر قدموا اقتراح أنون كان صالح من عشر سنين يعني كان بوقت يعتبر أنون عصر هالأنون راح على الشردر قعد عشر سنين بليجان وطلع مسخ مسخ مش 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 أنون إعلام تضع مضبطة حريات جايبين كل العقوبات اللي بتتعلق بموضوع الرأي اللي موجودة بقانون العقوبات وحطوها بقانون يعني يحطين للأحكام الجزائية صحيح حطينا بقانون الإعلام يعني نحنا هلانية منشوف فيه عقوبة السجن للصحفيين فيه أنه ما فيك تكون عم تضطرق لطبيعة الحال لرئيس الدولة للموظفين الكبار يعني هيدا بمكان معين بناقض الشي اللي بيتعلق بحماية تكاشف فيه الفساد فهيدا الأنون ما لح يمروا ما لح يمروا يعني نحنا للي عملنا بهيدا الإطار لأنه منعرف بمكان معين أنه الدولة اللبنانية حاليا ما بتمشي إلا بالواوة الدولة يعني أنه كل الأوانين كل الأوانين كل الأوانين الإصلاحية للي ما رأيت لحديدتها لا ما رأيت بمطلب دولة من قبل المانحين الدولة يعني من قبل الاتحاد الأوروبي المسكة الدولة بكل بساطة هيدا الواقع هيك يعني كل ما بدك تصلح شي بدون يفرضوا على الدولة أنه أوكي تناعطيك مساري بدك تعملي هودا الإصلاحات تأخذوا هيدا فنحنا الجأنا للمانحين للدولة اللبنانية وقلن لهم أنه هيدا القانون إذا أنتم عم تطالبوا بمطرحة معين بكشف الفساد أو بالأحراب بحامي وبإصلاحات معينة هيدا الشي ما بيقدر يصير إذا ما كانوا صحفيين محميين لأنه هن بشكل أساسي كاش في الفساد فبالتالي طلبنا منهم أن يكون من ضمن سلة الإصلاحات أنون الأعلام اللي هلأ اللي صار الأونسكو تحرك على الخط عمل دراسة لأكتراح أنون الأعلام اللي عملت دراسة هو حدا على مستوى كتير عالمي متخصص بمجال دراسة الأونين والحريات الأعلامية خبير كندا حط الرأيه وبالنسبة لرأيه هيدا لأنون مش ممكن يمروا يعني وفاكم صحيح وتحركوا بهيدا الإطار عم بتحركوا كمان مع اللي جان أنتوا أنتوا كنقابة بديلة إمتوا بهذا الشي نحن نحن اللي قمنا فيه أنه عملنا دراسة لأكتراح أنون الأعلام وبعتنا أبرز النقاط الموجودة فيه للمانحين للدولة اللبنانية ونبهنهم بهالموضوع على مستوى الأمم والتحدي صار في تحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي كمان عم بتحركوا بهيدا المجال فيه مشروع لقلون بهيدا الإطار وزارة الأعلام الفتعوات اللي تحرك كمان الموضوع فتحت المجال أخذ الأراء كمان بعثنا لنحن رأينا عن الاكتراح وبكل بساطة الاكتراح اللي عم بيجربوا يمرؤوا يعني نحن عارفين أنه فيه محاول لأنه يمرؤ مثل ما هو مالحي يمرؤ مثل ما هو مين اشتغل عليه مين اللي عدل طلعوا مستوى هي بشكل أساسي رحل لجنة الإدارة والعدل ونعمل لجنة فرعية درسته للاكتراح بس فيه توجه معين هو اللي غير بهيدا الاكتراح يعني ما بعرف قدش ندرس على مستوى كتير واسع لنعرف أنه الاكتراح عند نائب جوج عدوان وفيه اثنين أو ثلاثة وهو موافق على هيدا البنون هو هو عنده يعني أساساً معتبرين أنه معتبرين أنه هيدا الاكتراح حتى نقابة المحررين بالدنيا مثل ما هو أنه هيدا إنجاز لا بالدنيا مثل ما هو نقابة المحررين لأنه بيعطيهم صلاحيات أوصع يعني بيبقى النقابة مثل ما هي ويعطيهم صلاحيات أوصع بتتعلق بأنه تحديد من هو الصحافي وتحديد بيعطيهم حصريت كمان صحيح بعد الحصري بالنقابة عندهم صحيح وبيعطيهم صلاحيات أوصع بالتحديد من مين هو موقع أخباري ومن هو من هو موقع أخباري نحن ما بنشوفهم أنه أو ما لح يكون فيها بكل بساطة التمريئات وما لح يكون فيه مواقع هي فعلاً ما لح مواقع أخبارية تصير مواقع أخبارية بسكر من أن نكون عم نفوت أعداد الزيادة على النقابة ونقدر نقرشهم بالأصوات ومن ثاني ميلي يعني صارت تنفيها عام تليلي تنفيها على المنظومة وفي من ثاني ميلي مواقع أخبارية ممكن ما يعتبرواها مواقع أخبارية في إطارة معين لازم يتحط يكونوا الناس مواسوقين أكثر يكونوا عاب يدرسوا هاي الملف علماً أنه نحنا بالنسبة لإنا الهدف الأبعد هو نروح للتنظيم الزيادة للإعلام أنا هون بدي أسألك يعني اليوم وزارة الإعلام يعني بعد أنا اليوم مش عايبش ودور وزارة الإعلام غير أنه بتعتريد وبتساعة بتعلي السقف بموضوع معين بتحط حدود وأكثرية الأوقات بتحط حدود يعني لوسائل إعلامية وزارة الإعلام من بعد ما نخلق المجلس الوطن للإعلام باعتقد تفرغت من كل الصلاحيات تبعاً وبالأساس التوجه العالمي ما طال في شيء اسمه وزارة الإعلام أنتم من أي توجه مع هذا؟ نحن مع التوجه أنه لا ما لازم يكون في وزارة إعلام بكل بساطة هذا العالم رايح لهكي وزارات الإعلام بعضها بالمطارح للي فيها نوع من تدخل من قمع من رقابة هلأ الوزارة مش عم تلعب هيدا الدور يعني هيدا الدور كمان منو عندها فبالتالي صار وزير الإعلام يمكن هي عامل أبو ملحم اليوم بين المؤسسات هلأ الدور اللي عم يجرب يعمله الوزير وزير الإعلام مش الدور للوزارة أنه عم يجرب يمكن يعلم نوع من وساطة أو هيدا نوع من التنظيم الذاتي يعني إذا بيتطور بمكان معي أنه بين مؤسسة وحدا انطرده تقدر أنت تكون عم تتدخل على هيدا اللفل قبل ما يوصل على القضاء فهيدا الوزير هو أوجده هيدا دور وزارة العمل يعني صحيح صحيح بس فيه ممكن بعض الأشياء اللي شوي خاصة بالعلاقة بالإعلام للي مش عم بقول أنه وزارة الإعلام أو وزير الإعلام يعامل بس هيدا بإطار التنظيم الذاتي أو نوع من التحكيم يعني للي ممكن يكون هلأ الوزير عم بيلعب هيدا دور بس بش عقول أنه هيدا منه دور هو أوجد هيدا دور لأنه بكل بساطة الوزارة ما عنده دور وما حد عم بيلعب هيدا دور إلسي مفارج ما في حدود ما في سقف للحرية عند الإعلامية والصحفية ما في سقف للحرية بالنسبة للي أنا الحرية بتعريف زيتا يعني بينحكي عن الحرية مسؤولة وحدود الحرية وغيره هي بتعريف زيتا أنه أنت ما بتكون عم تتعدى على الآخر يعني ما في تكون حرية يعني بتوقف حريتك وقت اللي بتبلش تتمس بحرية يعني ما فيها تكون حرية وبنفس الوقت نكون عم نعمل حملات خليني أقول فيها نوع من تحريض التحريض هو جرم الخطاب الحض على العنف هو جرم جرم يعاقب عليه الأنون هيدا منه حرية هيدا منه حرية خطاب الكراهية يعني شفنا مثلا من فترة خطاب كراهية على الفئة مجتمعية للي هي الالجي بيتي كيو كوميونيتي يمكن فيه كتير بيختلفوا حول حول حقوقهم أو غيره بس بنفس الوقت خطاب الكراهية اللي صار عليهم هيدا منه حرية بمكان معين بس أنه الحرية يعني كون قادرة انتقد أي مسؤول أو أحكي أو أحكي بمكان معين بدون أي قيود هيدا حرية الحرية بأنه كون عم بقدر اكشف أي ملف بلا ما كون عم يعني فيه سيف على رقبت هيدا هيدا حرية حرية بأنه عل السقف للمطرح للي بدية هيدا حرية فيه فرق بين الحرية وبين وبين التحريد فيه فرق كتير كبير بس بعدك عم بتقولي بين الكذب والافتراء بطبيعة الحال بعدك عم بتقولي كمان إنه للأسف يعني أكتريت الإعلاميين والصحفيين اليوم عم بشتغلوا بمؤسسات هذه المؤسسات عندها توجه معين سياسيا وطبع لأحزاب كمان إنه فيه حسابات سياسية عم بتصير بين وعم تحملها هذه المؤسسات اليوم قديش الإعلامي قادر يكون حر بنفس الوقت مش عم بتعدى على حرية غيره أو ملتزم بهيدا السقف طبع الحرية يعني مش مفترض يكون فيه قانون عم بنظم هاي الحرية هيدا اللي للي قلتوا بما يتعلق بموضوع أنه اليوم الصحفيين هن نحكي أنه هن أحرار بس هن بالواقع ما بنعرف قديش قدرين يكونوا أحرار بالشغل طبعهم إذا في عنا هيدا الحسابات طبع المؤسسات الأعلامية هيدا الناحية فهون بهيدا القيود اللي هن عم بيحطوها على حالهم أو عم بيفرضوها على حالهم بمكان معين مكان آخر ايه أكيد بده يكون فيه قوانين بس لا بده يكون القوانين المتعلقة بالرأي أو بالتعبير لا بده تروح على الجزاء لا بده تروح على القوانين على المحاكمة المدنية مثلا ليش بده يكون فيه زي عم نحكي عن عن التشهير وعن القضح والزم والتحقير وغيره وخاصة الوقت اللي عم نحكي عن الأشياء بالسياسة لا بده تروح على الجزاء ليش ما بتروح بتكون عقوبة عقوبة مدنية يدفع على الواحد ليش بده تروح يكون فيه عنا عقوبة حبس ففينا بالقوانين نكون عم نطور بمطرحة معين ونرجع على التنظيم الزيت التنظيم الزيت بيقدر يلاقي أطر الهودي المواضيع يعني يعني حتى محكمة المطبوعات نحن عم نطالب هلأ بالالتزام فيها لأن هي أفضل الممكن الموجود بس هو شو الأفضل؟ الأفضل أن يكون فيه عندك نوع من تحكيم ذاتي داخل المؤسسات أو بين المؤسسات بين بعضهم هيدا الشيء اللي منطمح له أنه بقلب المؤسسة يصير فيه أي نوع من مراجعة لشين عمل يكون فيه تفاوض بين العاملين وأصحاب المؤسسة على الحقوق طبع الصحفيين أو طبع العاملين بالقطاع فهيدا الشيء اللي منطمح له من هلأ إلى وقته أفضل الممكن الموجود حاليا هو الالتزام بقانون المطبوعات بما يتعلق بملاحقة الصحفيين أنه ما يكون إلا قدام محكمة المطبوعات اللي منطمح له تعديله هو يكون فيه عندنا حرية أكبر للصحفيين يكون فيه عندنا كل جرائم الرأي الجرائم الرأي يعني تكون رايحة للمحاكم المدنية مش المحاكم الجزائية يعني بطل علي عقوبات جزائية يعني فصل كل بهذا الموضوع صحي وتوضيحه صحي هايش بقى كل قادة سيعع بيحول على نكون عم نقدر نتطور شوي شوي قبل نفضة كاملة كاملة للأنون بهذا الإطار قد يدرول يكون فيه حصانة مكتوبة ومشرعة للإعلامة والصحافة هيدا هيدا شي كتير أساسة يحس حاله الصحافة أنه هو محمي بمكان محمي بس بجع أقول مش محمي يعني أنه إذا كان فيه أخبار كاذبة أو أو تحريد أو أي نوع من الأشياء التي تعتبر هي بالواقع جرائم ما يكون ملاحق لا نقدر اللي حق الصحافة إذا ارتكب أي نوع منها بس بيصير بدك إذن مجلس نقابة ومجالس النقابة عم تحمي أعضاء عم نرجع نبرون بس إذا مجالس النقابة ببطرح بعين ارتقت لأنه هي المحكمة الدرجة الأولى تعتبر إذا فينا نعتبرها هيك هي نوع من محكمة درجة أولى إذا شافت بمكان معين أنه لا هي صحبة الاختصاص بس مش يعني أنه بتكون حصانة مسكرة وما حدا بيقدر يمس فيها لا يعني في بعض الأشياء للي بتكون فعلا فائعة وللي يقدر يوصل الشخص فيها لنتيجة بالآخر أنه بعد هيدا المحكمة الدرجة الأولى في الواحدة يروح على الاستقناف عند القضاء بس تكون القضاء المدني وتكون العقوبة مدنية لأنه يعني لا عم يسوق ولا عم يأتو الحضان بجرع أقول في بعض الجرائم للي هي مقلة علي أبحارة التعبير من الكراهية أو الخطاب الكراهية والحض على العنف والحض على الأتل وغيره هو مقلن علي أبحارة التعبير بس هيدا مين بدي يقررها بدأتروح بالأول على محكمة المدنية تهي تقرر إذا هيدا جزاء ولا لا هي بالعكس اليوم بالأنون بالعكس يتروح على الجزاء ومحكمة الجزائية بتقول إذا هيدا شئ مدني ولا شئ جزائي صحي صحي اللي عم بيصير العكس وعم بيصير مثل تحصيل حاصل عم بتروح وبيرجع يبعثوها عند الضابطة العدلية تتكون اليوم قدي القضاء عم بيواجه الصحفيين والعالميين مش كل القضاء بعض القضاء لأنه الصحفيين عم يزعجوا يعني إذا ما نجي نحكي بقضية المرفأ اللي صار بموضوع جان قصير أنه لأنه نحط الإيدة على الجراح بأنه في لبنان عم بيحكم أشخاص هاربين من من الأنون أو هاربين من العدالة إن كان توني صليبة رئيس جهاز أمن الدولة للي كمان ما عم بيمتصل للقرارات اللي طالعة عن المحقق العدلي أو إن كان عويدات كمان أو داعم التمييز رصان عويدات فبالتالي أنه عم نزعج بعض القضاء بعض القضاء الآخر لأ بمكان معين عم بيحاول يحمل الصحفيين فما فينا نحطهم كلهم بسلة وحدة يعني مثل ما هو الباب بس المطلوب مطلوب اليوم من النيابات العامة أنه تعمل الشغلة وتحيل الأضايا اللي إليه علاقة بالصحفيين قدام المحكمة المختصة تليهي محكمة المطبوعات لأنه هي بتقدر تنظر بهذا الموضوع مش أي جهة أي جهة أخرى هيدا شي ما عم بصير ليه ما ننشتغل عليه أنه هيدا شي يصير ومن هون بأنه ما يمثلوا قدام أي جهاز أمني أو أي قدام أي ضابطة عدلية ما يمثلوا إلا قدام قاضية يتمسكوا بهيدا الحق لأنه وقت تتمسك بهيدا الحق بمطرح معين تقدر تفرض أنه يصير هيدا ويصير في انتزام بالقانون يعني صحيح ونحنا حدهم يعني يبلغونا كتجمع معروفين وجوهنا معروفين مين نحنا يبلغونا نحنا حدهم في حال صار أي نقطة بهالغطار أنتوا قدي بتعدوا بالمقابل البديلي تقريبا عديد عديد في عنا بحدود 200 صحافي وصحفي وعامل وعاملي بمجال الأعلام طيب هذي يمكن في 30 منهم بس بنائبة المحررين يعني هذي بحكيك أسامة أسامة معروفة أفتتفاجأ أنه طيب أنه هيدا صحافي ولا لا أي صحافة بلاش منه بنائبة المحررين عدد الصحفيات والزمل السيدات بهذه المهنة أديه غير بأذاء الصحفيين وبالصورة وبالمضمون وبقوة يمكن عمل الصحافي هلا اللي بقدر بس ألك أنه نحنا هون يعني عم ميز رغم أنه مش مفروض نميز في شيء اسمه تميز إجابة بعض الأوقات كرميل نكون عم نعطي حدا حق أديه غير يعني بعتقد بمطرح معين الزميلات وهيدا شيء بيستمدوا شوي من سندق الاقتراع إذا بتشوف في سندق الاقتراع دايما الصوت التغيير أكتر هو بسندق النسائي لا يعني يعني بيكون في حسابات أقل وتشبيك أقل فبهيدا الإطار وحرية أكتر بهيدا الإطار ومحاولة تثبت ذات أكتر بهيدا الإطار ونحنا يعني كتجمع نقابة صحافة بديلة الوج طبحنا هو وج نساء ببتياز في زميلتي دوجة داود والوجوه للمؤسسي كمان كانت وجوه نسائية وبمطرح معين يعني بتصور قادرين نكون بموقع المواجهة بشكل كتير قوي للسلطة أو لأي حدا تاني وما في حدا يمسكنا من إيد بتوجعنا أبدا في شي بتوجهي بختم هذه الحلقة للمنظومة ككل اللي بدي واجهه للمنظومة والنظام أنه نحن ما لح نقبل تردونا لورا في مكتسبات حصلنا عليها عبر السنين في سقف من الحرية ما منقبل ننزل عنه ما لح نقبل أبدا أنه يكون عبيترهب الصحفيين والصحفيات ونحن لح نكون أحدهم وصوتنا عالي وعالي جدا 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 يعني هون الشي اللي بميز بميزنا كتكتل صحافي أنه عنا كل أصحاب الرأي والأصوات العالية على السوشال ميديا وعلى وسائل الأعلام فننصحكم ما تسمعوا صوتنا كتير إذا دقيتوا بحدا من الزملاء أو الزملاء هذا الحديث كمان للمؤسسات الأعلامية للمؤسسات الأعلامية لازم يعرفوا أنه من الصحفيين وصحفيات من المتركين يعني بما كان معين إذا صار في تعرض لأي صحفي وهلأ اليوم تبلغنا عن شي مش رحفوط بتفاصيله لأنه هلأ وقت اللي بدي أطلع بدي كنا بشتغل على حل الموضوع بلش في منهم قبل ما نوصل قبل ما نوصل يطلع على الإعلام نجرب الحل فمنهم متركين إذا ما في نقابة فعلية في تجمع أمر واقع ونحن مستعدين نكون عم نوفر كل الدعم الإنوني والحقوقي كرميل يكونوا محميين بمكانة معين ويرفوا حقوق ويتابوا حقوق للإحرار معلش بس رجعة جاءت الفكرة عبالي اليوم شو اللي منعكم أنه أنتو تنظموا حالكم هل هي فقط بالقانون حصرية بالقانون لأنه طالما عندك أنت تعرف الفرق بين الأوردر والسنديكا الأوردر هو منظم نقابة بالشريع صحي والسنديكا هي بتكون تخذ رخصة يعني علم وخبر صحيح علم وخبر فبالتالي وقت تكون أنت عندك نقابة منظمة بالإنون فبالتالي ما فيك تعمل نقابة وفي حصرية تاني حدا بكون عندها حصرية بس بيواقع الأمر هي سومي أوردر أنه مش كل الصحف يعني أنت منك ملزم تفوت على النقابة تكون عم تشتغل يعني أريد تعملوا سنديكا تعملوا تجنع هذا اللي صار مثلا بنقابة المرئي والمسموع نقابة الورد المسموع أخذنا علم وخبر من وزير العمل بوقته وعملنا عملنا نقابة المرئي والمسموع من بعدها تغرقت النقابة للأسف وبطل عندها صوت فبالتالي أنه قدرنا نعمل شي وبوقتها ما كانوا عم بيفوتوا الصحفين اللي بيشتغل تخيل أنت صار في عندك عدد معين من التلفزيونات والإزاعات ما بيقدر يفوتوا على النقابة لأنه هي نقابة بس محررين للصحاف المكتوب فإن عملت هذه النقابة اليوم مطلوب أنه يكون في عنا حرية عمل النقابة إذا النقابة بدأ تبقى مثل ما هي يعني إذا النقابة بدأ تبقى مسكرة بيقولوا هني أنه مفتوحة بس بالواقع بيفتحوها قبل الانتخابات أو بالأحراب وليه اللي هني بدونيهم أكيد إذا بدأ تبقى النقابة هيكي وبدو يبقى جدول النقابة على قد في شوائب وأشخاص منهم صحفيين بالتالي نحن ملاح نقبل بهذا الأمر بهذا الأمر أبدا ونحن لا وقت تجمع نقابة عملين نقابة أمر واقع الناشطة السياسية والإعلامية ألسي نفرج أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكب السياسي وبساط لبنان شكرا لك مشاهدينا ومستمعينا لهم نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ومن التعا نحن ويكون الأسبوع المقبل